نظم مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر استثمر في الشارقة التابع لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير شروق ملتقى الأعمال بين الشارقة وكوريا بالتعاون مع رابطة التجارة الدولية الكورية كيتا في غرفة تجارة وصناعة الشارقة وذلك بحضور سعادة مروان السركال الرئيس التنفيذي لشروق ونحو ثمانين شخصية من رجال الأعمال والمستثمرين ترتبط كوريا مع دولة الإمارات بعلاقات دبلوماسية بدأت منذ أربعين عاما وتواصل الدولتان تعاون في جميع القطاعات الحيوية حيث تتمتع كوريا بحضور قوي في إمارة الشارقة في مختلف القطاعات والأعمال وهذا ما أكده ملتقى الأعمال بين الشارقة وكوريا نهدف من هذا اللقاء لتسليط الضوء على بعض المشاريع المتاحة للاستثمار من قبل الشركات الكورية اليوم الشركات الكورية تستثمر في دولة الإمارات بشكل كبير في قطاعات مختلفة من أهم هذه القطاعات طبعا قطاع الصحة قطاع الطاقة وقطاع التشييد والبناء وخلال الملتقة تمت مناقشة المزايا التي تمتلكها الشارقة والخيارات الاستثمارية المتنوعة مع العملاق الأسيوي كوريا الذي ركز بشكل خاص على المجالات التي تتيح للشركات الكورية التعاون مع الشارقة لتعزيز وجودها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ناقشنا اليوم طبعا سبل التعاون مع كوريا جمهورية كوريا في مجال الابتكار والتكنولوجيا طبعا جمهورية كوريا من الدول الرائدة في مجال التكنولوجيا ونحن في مجمع الشارقة للبحث والابتكار نتطلع إلى التعاون معهم في المواضيع المختلفة سواء متعلقة بتكنولوجيا المياه أو التكنولوجيا الرقمية أو التكنولوجيا الأخرى نطمح إن شاء الله إلى التعاون مع القطاع الأكاديمي في الجمهورية كوريا وأيضا القطاع التكنولوجي ومؤسسات الابتكار والبحث العلمي بشكل عام في جمهورية كوريا توفر الشارقة بيئة حاضنة للأعمال وسياسات داعمة للمستثمرين أسهمت في تمكين آلاف الشركات من جميع أنحاء العالم بتوسيع آفاق أعمالها ملتقى الأعمال بين الشارقة وكوريا يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والتعاون بين البلدين الشقيقين بما يخدم المصلحة المشتركة لأخبار الدار لم يألمازم من الشارقة